بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لقصيدة من نظم شيخ الإسلام عبد الله بن علوي الحداد الحضرامي متوفزة 1132 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه الله ونفعنا بعلمي سلكنا الفيافي والقفار على النجبي تجد بنا الأشواق لا حادي الركبي فنهوي عليها بالعشية والذي يليها من الليل البهيم على القتبي يلذ لنا ألا يلذ لنا الكرى لما خالط الأرواح من خالص الحبي ويبرد حر بالهجير تمده سموم إذا هاجت زعزع بالكثبي وما زال هذا دأبنا وصنيعنا إلى أن أرخنا العيسى بالمنزل الرحبي نزلنا بخير العالمين محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى بحر الندى سيد العربي رسول أمين هاشمي معظم وسيد من يأتي ومن مر في الحقبي ملاذ البرايا غوث كل مؤمل كريم السجايا طيب الجسم والقلب يؤمن العافون من كل ممحل كتأميلهم للساكبات من السحبي كريم حليم شأنه الجود والوفاة يرجى لكشف الضر والبؤس والكرب رحيم براه الله للخلق رحمة وأرسله يدعو إلى الفوز والقرب وأرسله أرسله بالحق والصدق والهدى وبذل الندى والرفق والمنطق العذبي به الله أن جاءنا من الشرك والرداء به الله أن جاءنا من الشرك والرداء ومن عمل الشيطان والجبت والنصبي وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق فالحمد للرب له المناة العظمى علينا ببعثه إلينا ومنا علي الذكر والكعب نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب صلى الله عليه وسلم حاشي هذه الآية المنقوشة على واجهة الحجة الشريفة اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا رسول الله نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وأيذه بالوحي والنصر والصباح وأملاكه والمؤمنين وبالرعب وبالمعجزات الظاهرات التي نمت على القطر عدا بعدما كلم النبي وآتاه قرآنا به أعجز الوراء جميعا على التأبيد يا لك من غلبي ألا يا رسول الله إنا قرابة وذرية جئناك للشوق والحبي وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتقبيل ترب حب ذلك من تربي وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نسق الغمام لدى الجد وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نسق الغمام لدى الجد أتيناك زوارا نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب وفود وزوار وأطياف حضرة مكرمة مستوطن الجود والخصبي وفي النفس حاجات وثم مطالب نؤمن أم تقضى بجاهك يا محبي وفي النفس حاجات وثم مطالب نؤمن أم تقضى بجاهك يا محبي توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي القلب وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي وإن صلاح الدين والقلب سيدي والغرض الأقصى فيا سيدي قم بي عليك صلاة الله يا خير من تلا كتابا منيرا جاء بالفرض والندبي عليك صلاة الله يا خير مهتد وهادم بنور الله في الشرق والغرب عليك صلاة الله يا خير من دعا إلى الله بعد الرفق بالسمر والقضب عليك صلاة الله يا سيدا سرى إلى الله حتى مر بالسبع والحجب وقام بأوادنا وناهيك رفعة ومجدا سما حتى أنا فعل الشهبي عليك سلام الله ما سار مخلص إليك يقول الله والمصطفى حسبي عليك سلام الله ما أسحر الصبا فحرك أرواح المحبين للقرب عليك سلام الله ما بارق سرى وما غنت الأطيار في عذب القضب عليك سلام الله ما حرك الحدى قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب عليك سلام الله عد النبات والرمال وعد القطر في حالة السكب عليك سلام الله أمت ملاذنا لدى اليسر والإعسان والسهل والصعبي عليك سلام الله أنت حبيبنا وسيدنا والذخر يا خير من نب عليك سلام الله أنت إمامنا ومدبوعنا والكنز والغوث في الخطبي وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحبي اللهم صلِّ وسلم وبركة نبي محمد بعد خلقك رضا ومسيك وزاة عرشك ومدك متك الله نجيم كرديق فأنت إلهنا مولى الجميع أبلي في المدية مستقرن ورزقن ثم دفنه البقية وغفر لي والولدية ولمشيخ المسلمين آمين